زيكو عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكو لامية وقناتي لويس كوكينج هعمل معاكو النهاردة حلوة حاجة حلوة قوي شكلها شيء جدا زي ما انتو شايفين طعمها طحفة هعمل معاكو حاجة هي اسمها المدلعة اسمها كده هي عبارة عن بزبوسة وكنافة وطبقات من الكريمة او القشطة هي بدأت تتعرف في الفترة الاخيرة هي مشهورة قوي في طنطة وضومياط طعمها فعلا حلوة ويجنن هعملها معاكو ان شاء الله بكل تفاصيلها من الالف للياء من اول الشرباط لغاية الشكل الحلو قوي ده بس قبل ما ابدأ ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة اللايك والشير وسابسكرايب وتفعالوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله في وقته ان شاء الله تمام يلا نشوف هنعملها ازاي بقى اول حاجة انا هبدأ معاكو بالشرباط زي ما قلتلكو انا هعملها معاكو من الالف للياء انا معايا هنا تلت كبات سكر وثلت كبات مية وطبعا هحطهم على النار يغلو انا هعمل بسبوسة وحعمل كنافة فده الشرباط ده هيبقى كافي جدا للبسبوسة وللكنافة لان انا مش عايزة الحاجة يبقى السكر بتاعها كتير لان طبعا هي طبقات فوق بعض عشان في الاخر طعم في الاخر يبقى حلو متوازن ما يضايش تمام ادي العسل اهو على النار اول ما يغلي حطيت عصرة لمون وهحط الفانيليا انا شلت بس جزء منه عشان يبقى للبسبوسة لان بيبقى الشرباط بتاعها خفيف والكنافة هسيبه يغلي شوية عشان يدخن بحيس ان يبقى شرباطها وسط معايا هنا بقى نص كيلو كنافة هحط عليه معلقتين سكر بودرة واقلبهم كويس انا عايزاكوا بس اتركزوا معايا في الطريقة كويس قوي والخطوات متشغلوش بالكو باي مقادير طبعا كلها تبقى مكتوبة تحت في صندوق الوصف بكل التفاصيل تمام بقلب بقى السكر البودرة مع نص كيلو الكنافة انا فرمتها كويس طلعتها من الفريزر وفرقتها بايدي كده او ممكن نديها ضربة في الكابة لو متجمدها قوي ومعايا هنا دي كوباية سامنة سايحة سامنة بلدي كده سايحة عايز اقول لكم من انواع السامنة الكويسة قوي او يمكن احسن نوع ما بس تعملش غيره هي الفرن سامنة مش زبدة لان الفرق يبقى كبير نكهتها حلوة قوي في الكحك وفي الكنافة هقلب بقى كويس كده الكنافة مع السامنة انا عايز اقول لكم قدامكم حلين ممكن تفردوا الكنافة كده نية وبعدين تبدأوا تسقوها في الصانية بالسامنة بس الطريقة دي هي بتاعت الحلوانية والمصانع بس مش اي حد بيزبطها في البيت فانا بفضل الطريقة دي هبدأ قسي الكنافة بتاعتي بالسامنة كويس قوي وهعرفكم ازاي تعرفوا ان هي كده استكفت السامنة وخدت سامنة كويس قوي بتاعتها بفرقها كده بين ايدي لازم كل حبيبيات كنافة تاخد سامنة كويس قوي عشان ما تطلعش نشفة ويطلع طعمها حلو وفي نفس الوقت تاخد المقدار اللي مزبوط بتاعها لا زيادة ولا قليل هنعرفوا ازاي هوريكوا دلوقتي انا كده خلاص خلاص فرقتها كويس تماما هي اخدت سامنتها تمام كده هعرف بقى ازاي ان هي كده تمام هاخد شوية في ايدي واضغط عليهم شايفين هضغط عليهم كويس قوي شايفين استاننا تطلع ما بين سوابعي ازاي شايفين بس هي كده تبقى استكفت وتمام مش محتاجة اكتر من كده تمام التفاصيل الصغيرة دي مهمة يا جماعة خلي بالكم منها عشان تطلع لكم الحاجة مزبوطة جدا ان شاء الله ويبقى طعمها وشكلها حلو هجيب الصينية بتاعتي بقى اه انا ده انها سامنة كويس قوي وحبدأ اه افرد فيها الكنافة بتاعتي تمام هفردها كويس قوي بقى وهوريها لكم ساعات ممكن تلاقوا حتة كده مش طايلة سنة نفرقها كويس بباقي الكنافة عشان كلها تبقى متساوية انا ساوتها كويس قوي وضغطت عليها بصنية اصغر منها لازم تضغط كويس قوي يا جماعة عشان اتطلع اه قرس واحد عشان تبقى مقرمشة وشكلها حلو تمام هدخلها الفرن بقى على درجة حرارة عالية هتاخد حوالي ربعة او تلت ساعة لحد ده وشها يحمر على ما الكنافة تخلص بقى هنروح نعمل بزبوزة بتاعتنا معاي هنا سكر وسمنة ولبن وحوالي تلت كوبايت جوزهند وعسل جولوكوز ومعاي معلقة صغيرة بيكنج بودر معلقة شي ممسوحة هكتبلكو كل ده طبعا تحت بالتفاصيل يعني بما اديره انا بس بوريكو هنا الطريقة يعني الفيديو ده يعتبر اتنين في واحد انا بخد الجوزهند هو يعني خدت وبحطه على دي البزبوزة ده حوالي ده نص كيلو بالزبط هقلبه بقى كويس قوي واسيبه على جنب هجيب حاجة بقى وحط فيها السكر انا بوريكو هنا دي طريقة البزبوزة لو مش عايزين تعملوا الحلو ده يعني خلاص هي دي كده طريقة صنية بزبوزة حلوة قوي خدت اللبن وهنزل بقى بالسمنة وعسل الجولوكوز وممكن تستخدموا بدل الحليب ميا عادي جدا المتاحة عندكم بتطلع حلوة قوي برضو تمام وقادي عسل الجولوكوز هنزله ممكن نستعمل عسل الجولوكوز او عسل ابيض او شربطيل بس الامانة افضل واحسن نتيجة بتبقى عسل الجولوكوز هاتوا يا جماعة برطمان ونسوه عندكم في المطبخ بينفع في حاجات كتير قوي موجود في كل حتة دلوقتي وسعره مش غالي هقلب بقى كل الكلام ده هنزل على السميد بتاعي بالخليط ده انا حريصة ان انا وريكم كل خطوة ادق التفاصيل عشان تعملوها ان شاء الله زي المحلات واحلى انا حقولكو عليها على طريقتي هتعجبكو جدا ان شاء الله تمام يلا حنقلب بقى كويس قوي الدقيق في الخليط بتاع السابنة والحليب ده البزبوسة ما بتحتاجش تقليب كتير خالص لو قلبنا وعجلنا فيها كتير بتنشف انا بس بخلي المكونات تختالب ببعضها انا هو قلبت بس بالمعلقة في الاول وحبدأ اخلطها بايدي انا مش بعجلها بخلطها بس كده كده خلاص خليط البزبوسة جاهز عندي حبدأ احطها في الصينية بقى عايز اقولكو حاجة احنا بنجيب صنايتين قد بعض نعمل فيهم واحدة كنافة واحدة بزبوسة اللي ما عندوش بقى زي كده انا ما كانش عندي صنايتين قد بعض عملت في نفس الصينية دي الصينية اللي عملت فيها الكنافة اهي تلعت خلاص هقلبها على حاجة عشان اخد الصينية استعملها اعمل فيها البزبوسة قلبتها في صينية تانية اهو يارب بس تكون خطوة واضحة ومفهومة ده لاني ما عنديش صنايتين قد بعض عندوكو صنايتين قد بعض خلاص زي الفل قلبتها اهو في صينية تانية وحاخد نفس الصينية اللي عملت فيها الكنافة عشان احط فيها البزبوسة واخبزها تمام ايه دي شايفين قرس كنافة لونه تحفز زي وطلع سمك واحد وزي الفل هسيبها على طيب رد على جنب ومش حسقيها دلوقتي هنزل بقى بخليط البزبوسة الكنافة حسقيها اما تبرد خالص عشان انا عايزيها تبقى مقرمشة ومش حسقيها كتير عشان ايه يبقى سهل علي ان انا نقلها ده من نسبة للكنافة ادي البزبوسة بقى شايفين بتبقى مرملة مفرفطة ازاي كده ما بتبقاش عجينة ما بتبقاش سيلة لازاي ما بشوفها هي هو ده يعني الخليط القوام المناسب بتاعها لازم تبقى مرملة كده هنفردها بقى في الصينية وحقول لكم حاجة عشان تفردوها بسهولة انا ببلي ايدي في مياه كده وابدأ افرد وساوي البزبوسة في الصينية بتاعتي بتتفرد معاك بمنتهى السهولة هتطلع متساوي يعني متساوية كويس شايفين اهو سوتها كويس قوي وحبط اخبط الصينية كده خبطتين تلاتة عشان تطلع ايه كلها سوى واحد وبردو هدخلها الفرن برضو احفرن سخن على درجة حرارة مية وتمانين وهي البزبوسة بتاعتي طلعت لونها تحفة وطرية جدا شايفين صباح بيعلم فيها ازاي هبدأ بقى سقيها بالشرباط بتاعي وهقول لكم ازاي نعرف ان هي استكفل شرباط كده انا بقول لكم تفاصيل صغيرة قوي بتفرق جدا في الاخر وفي الشكل والطعم النهائي ايه دي بسقيها الشرباط بتاعي الشرباط الخفيف اللي احنا عملناه اهو لما تيجوا تسقوا البزبوسة وتلاقوها بتشرب على طول الشرباط اعرفوا كده ان هي نكحة وتمامه زي الفل الشرباط ده نحط عليه معلقة سمنة اهو تمام شايفين بتشربها في منتهى السهولة ازاي يعرفوا ان هي كده نكحة انا بسقيها كده ايه على ايه يعني على مرتين اما تبدأوا تسقوها تاني وتلاقوا بقى الشرباط بدأ ينزل بصعوبة اقل اكتر من الاول كده عرفوا خلاص ان هي خدت العسل بتاعها تقريبا شايفين اهو ما بقاش يتشرب بسرعة زي الاول لو ملاحظين يعني هي كده خلاص خدت الشرباط بتاعها وبقت زي الفل هغطيها بقى واسبها تبرد شايفين تريها ازاي انا هغطيها بقى واسبها تبرد تماما لازم تبقى بردة كويس قوي وفي الوقت ده انا برضو كنت ساقيت الكنافة عشان ابدأ اتعامل معا وحشيها الكنافة ساقتها بس بشرباط هتلاقيه وسط ادخن شوي تعالوا بقى نشوف هنحشيها ازاي وبايه الطبيعي هي بتتعامل في المحلات بتتحشي كريم شنطي تمام بس انا يعني عايز اعملها على طريقتي انا حب ان انا حشيها باشطة بلدي وصدقوني الطعم بيفرق تماما انا معايا هنا نصف كيلو من القشطة حطيتهم ما بين كيس تلاجة كده انا قطعتهم قطعة الاول وحطيتهم ما بين كيس تلاجة وبدغط عليها كده بحس تبقى قطعة واحدة عشان اعرف افردها وحشي بيها طبعا مش عايزين تحشوها قشطة تقدروا تعملوا مقدار من الكريم الكريم شنطي وتحشو بيه مفيش مشكلة خالص بس تصدقوني كده الطعم بيبقى حاجة تانية خالص ومش هتبقى تقيلة ولا اي حاجة لان الصينية الكمية دي كلها هتبقى متوزعة لصينية كبيرة مش صغيرة دي حوالي 28 بفرد كده عشان كلها تبقى سمك واحد دي القشطة البلدي اللي بتتجاب من عند اللبان بالكيلو اهو حطيت الكمية كلها وحابدى افردها ووزعها عالصانية كلها تمتخيلين بقى الجميل قشطة بلدي مع البسبوسة مع الكنافة اللي معمولة بالسمنة البلدي حاجة كده يعني فردت القشطة بتاعتي كلها هحاول اسويها كويس بس قوي هي يعني مش ضروري قوي الخطوة دي دي زيادة مني لان انتو كده كده هتحطوا القرص بتاع الكنافة وحيدغط على الكلام ده كله بس انا بعمل كده عشان لما حط القرص بتاع الكنافة هيبقى متساوي تماما ما يطلع بيبقاش عالي من ناحية وواطي من ناحية ايه في ثواني كده بحط كيس عليها وبتتفرد خلاص حشيت اهو بالقشطة حبدأ احط القرص بتاع الكنافة بتاعي اهو ما تخافوش يا جماعة وتعاملوا براحتكو حتى لو تكسرت او تشرخت منكو عادي يجدن كل ده هيدارة اهو هيتشال معايا بمنتهى السهولة انا قلتلكم ان انا كنت ساقيتها خلاص بشربات ادخن شوية من بتاع البسبوسة يعني انا نقصت شوية للبسبوسة وسبت الباقي يغلي شوية يدخن عشان انا ببقى عايزة وصلت شوية للكنافة ما بيبقاش خفيف زي بتاع البسبوسة بس هو نفس المقدار يعني وفاد عندي حوالي نص كبات شربات كميل ما خدونهم مش كلهم حطيت اهول الكنافة وحابدأ اضغط كويس قوي شايفين بقى الشكل المتساوي ازاي فيش حتة عالية فيش حتة واطية انا جبت هنا الطبق السرفيس بتاع البيتزا لان ده كان اكبر واحد عندي عشان ياخد الصينية وحابدأ اه احطه كده واقلبها بحيس ان الكنافة تبقى تحت والبسبوسة هي اللي بتبقى فوق هي المتدلعة بتبقى كده طبقة كنافة تحت ويقلحش وبعدين البسبوسة قلبتها اهو هبدأ بقى اشير ورق الزبدة ورق الزبدة في صناية البسبوسة ضروري جدا جدا يا جماعة عشان اما اجي قلبها ما اتفاجهش ان فيه حتة لازقة او اي حاجة لو تلاحظوا انا محطتش في الكنافة مش ضروري لكن البسبوسة ضروري جدا. وببقى امطلعها كده بحرف بحيس ان انا اشيلها بمنتهى السهولة. اهو بيتشال معايا خلاصة اهو بمنتهى السهولة. شايفين بقى جمالها وشايفين طبقة القشرة من جوه عاملة ازاي? معلش لو الفيديو تول بس انا حابة ان انا اقول لكم كل تفصيلة اه عشان تعملوها حلوة قوي بازن الله. عشان نتعلم كل حاجة بالزبط. تمام? انا جبت هنا انا القشرة كانت خلصت عندي لو لو فايد عندكم كمية تاني ما فيش مشكلة. انا بحط هنا طبقة خفيفة جدا جدا لا تذكر من الكريم شنطي لان هي بس كانت القشرة خلصت معي. تمام? خفيفة قوي عشان بس اغطي بيها وابدأ ازاين. مش اكتر. شايفين خفيفة ازاي? وانا عاملها من غير سكر. لانا لسه هحط كرامل. تمام? هي بتتعامل كده بيبقى عليها من فوق طبقة القشرة او الكريمة وبيتحط عليها من فوق كرامل. شايفين طبقة خفيفة ازاي? يبقى الحشو جوه خاد نص كيلو اشتا او لو عايزين تعملوها بكريم شنطي كلها زي ما زي ما تحبه. خلاص حطيت الطبقة الخفيفة بتاعتي اوي زي ما قلتلكم دي من غير سكر. وقادي الكرامل بتاعي فاكرين الطافي اللي عملنا الفيديو اللي فات هو ده بقى. حطيته على حمام مية سخنة ودفيته بحيس اعرف افرده كده. وحافرده على الصناي. شاقدر اقول لكم طعم وريحته عمنا ازاي? هحط لكم اللينك بتاعه اللي ما شفهوش. هنقدر نستخدمه في استخدامات كتير هنقدر نزين به نعمل به روزاتات. آآ نعمل به اللي احنا عايزينه. نفرده زي ما انتو شايفين كده. حطيت الكرامل وهو بيبقى عامل كده موج زي بطريعة رخمية كده مع الكريمة. وحد ازين هنا هعمل خطوط آآ ده سوس شوكولاتة جاهز. ممكن تسياحه شوكولاتة وتعملوا الخطوط دي عادي جدا. بس ان ده كان عندي متاح وجاهز اسهل. شايفين هي يمكن خطواتها كتيرة شوية بس حقيقة تستهل التجربة وبرضو سهلة مش صعبة وفيهاش اي حاجة. تمام. هبدأ ااخد شوكة او خلت اسنين او اي حاجة وعمل خطوط رايح جاي كده. شايفين بقى الجميل? بسيطة قوي تزين بسيط. رايح جاي. بس احنا كده خلاص خلصنا شفتو يعني هي برضو انا شايفة ان هي برضو مش صعبة بس بجد النتيجة تستحق طعمها حل وقوي الاشطة بتخال بتديها بعد تاني طعم مش قادر اقول لكم زي ما قلتلكم عايزين تحشوها كريم شونتي زي ما زي ما تحبوا. آآ دي طريقتي كانت آآ في المدلع اظن يعني يا رب تجربوها وتعجبكو. ولو محتاجين اي حاجة سألوني. شايفين بقى شكلها? خلاص احنا كده خلصنا حطيت في النص بس كريزة كده. وقادي شكلها عن قرب. يا رب بتكون آآ تريتي عجبتكم في الوصفة. هقطعها لكم كمان من جوه عشان تشوفوه شكلها وطبقاتها. شايفين بقى طبقات الاشطة من جوه عاملة ازاي? حقيب جد حاجة تحفة وتشرف. انا قطعت لكم قطعة كده اهو. جربوها بالطريقة دي بازن اللي هتعجبكو قوي. هتعملوها زي احسن المحلات. زي ما بتجاب من بلدها بالزبط. شايفين شكلها عاملة ازاي? البسبوسة طرية جدا وبالدوب. والكنافة من تحت مقرمشة كده حاجة كده تحفة. اتمنى يا رب تجربوها. ما تنسوش تعملوا لايك وشارق وسبسكرايب. واهم حاجة اهم حاجة تفعلوا بجرس عشان يصالوكو وصفاتي في كل جديد في وقتها بازن الله. جربوها بالفة هانا وشافة.